تواصلا للجهود الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الأحداث التي يعيشها اليمن بدأت مجموعة السائر الدولية بدولة الكوي تدشين حملة الإغاثة العجلة وتوزيع السلالة الغذائية للمتضررين مستهدفة هذه المرة سكان محافظة حضرب قرار حفظات البلاد وأقلها رسولا على المساعدة حملة الإغاثة وهي الثالثة من نوعها وتنفذها جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تستهدف هذه المرة نحو أربعة آلاف أسرة ممن تقطعت بهم السبل وأجبرتهم الأحداث على أن يكونوا ضمن قائمة طويلة تضم أكثر من 21 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات القذائية وفقا لتقارير الأمم المتحدة نحن في هذه الليلة عندنا كثير من الأسر الفقيرة والمحتاجة التي جاءت لتستلم هذه العطية وهذه الهدية لتخفف عنهم من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها اليمن نحن ظروفنا صعبة ليات هذه المكرمة من دولة الكويت لشان تحسين وضاعنا المعيشية وشكرا لهم ويزاهم الله خيروا قد ترى الله من أمثالهم ولا يقتصر دور الحملة على تقديم السلال الغذائية وبعض المساعدات النغدية للمتضررين بل أيضا في إقامة مخيمات طبية وتوزيع الأدوية للمرضى الفقراء الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكر والضب وأمراض القلب بالإضافة إلى تنفيذ حملات رش ضبابي والمناطق التي يشتبه بتواجد ظؤرا لمرضى فيروس حمضنك الذي تسبب خلال الأشهر الماضية إلى إصابة الآلاف من سكان المحافظ وحصد أرواح العشرات منه عمد اليزيدي لغناكب الكيس المكان اشتركوا في القناة